السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم في حلقة جديدة على قناتكم وصفحتكم صاحب الكرة وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وحلقة قوية جدا بازن الله الاهلي يحصل على توقيع موهبة الجزائر العالمية ايقاف مهيب عبدالهادي كارثة حصول دونجة عالمية واثناشر مليون جنيه من الزمالك واحمد مرتضى منصور يتغنى بالنادي الاهلي في فقرة اعرف الصحة لا ده واضح ان هي حلقة قوية بازن الله بس تأذنك يا صديق العزيز ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للفيديو واشتراك في قناة اليوتيوب وفعل الجرشان وصولك كل جديد وعمل في صفحة الفيسبوك مش هياخد منك ثلاث ثواني الاهلي بعد ما شاء الله تتويجه بدوري ابطال افريقيا وهو في طريقه للتتويج بالدوري المصري وسوبر وسوبر وكاس ومشاء الله لسه فيه مواويل كتيرة ولسه كاس عالم الاندية بيبحث عن العناصر المفقودة للتشكيلة المثالية التي يتمنها كولر كولر بالكتير لو جاب هيجيب بين ثلاث لأربع صفحات بس للنادي الاهلي وكولر بيدور على مهاجم سوبر وبيدور على حد وراء بالذات في منطقة الوينجات معين حسين الشاحات متقلق وبيرستاو متقلق ولكن هو بيخاف يحصل اي دروب حد يتصاب وهكذا وبيدور على مدافع وبيدور على خط نص لو هيستغنى ممكن يستغنى عن مين ممكن يستغنى عن الوينج ولكن المهاجم اساسي خط النص اساسي والمدافع اساسي كولر عجبه اللاعب الجزائري كاسيلة بوعاليا لاعب شابت القبائل الجزائري 22 سنة متميز جدا جناح مهاري عنده عروض من ستة اندية اهلي زمالك بيرامدز ونادي اخر في الجزائر وسان تيتيان الفرنسي ونانس الفرنسي واندية اخرى من كتر ما هو موهبته عالية جدا ومهاري وزقبقي وسريع وهداف يعني بيعمل استات كويس كويسة قوي فالراجل مطلوف في اندية كتيرة ولكن العروض اللي جايله من اوروبا عروض ضئيلة دايما اوروبا يا جماعنا بتشتري اللاعبها لأفارقة بتشيريهم برقم صغير وبياخدوا يسواقوا برا وبيحط يعني يعني حسابوا على حاجة ان اللاعب عينه بتلمع بانه رايح يلعب في اوروبا فبيتغطش شوية عن المقابل المادي الفريق والراتب السنوي كمان لي المهم الاهلي لما لقى ان اقصى عرض معروض على كسيلة بوعالية عايشت بس انا بطلق بطلسة في اسمه فكاتب اسمه كان 300 الف دولار اقصى رقام اتعرض عليه الاهلي قال لك اننا ما عنديش اي مشكلة ندفع مليون دولار ودلوقتي بس احصل على توقيعه وده اكبر رقم اتعرض على كسيلة بوعالية وكسيلة بوعالية لو هيعود في افريقيا هيروح الاهلي مش هيروح الزمالك ولا بيراملز ولا نادي جزائري تاني ولا لان اصلا فيه شرط من شرط القبال الجزائري ان كسيلة بوعالية مايروحش لأي نادي جزائري ولا نادي جزائري مسموح ان يروح ممكن يروح الترجي ممكن يروح الرجاء الوداد زمالك اهلي معروض علي من انديها كتير جدا ولكن اعتقد ان الاهلي لو حطوا في دماغه هيجيبه وفيه كلام ان اللاعب معندوش مانع ووكيله معندوش مانع والنادي معندوش مانع فغلبا كده شكلنا هنشوف قريب صفقة كسيلة بوعالية في النادي الاهلي كوينج جديد ينضم لكتيبة النادي الاهلي اقاف مهيب عبدالهادي بصوا جماعة اللي حصل مبارح ده مهزلة وفضيحة اعلامية ان انت تستغل ان اللاعب يأمن لك ويحترمك ويحترم برنامجك وضيوفك ويتكلم معك بصراحة فدي فضيحة اعلامية وكلنا مستنين عقاب لمهيب عبدالهادي للطريقة اللي عملها مع الياس الجلاصي لاعب المصر البورسعيدي الياس الجلاصي مع مهيب طلع مهيب بيسأله بعد مباراة الزمالك والمصري الودية اللي كانت موجودة في حد من الزمالك كلمك قال له احنا على الهوى وقال له فاصل يا كابتن قال له فاصل وشاور الردو عبدالهادي قال له فاصل قال له فاصل وقعدين يحفلوا على الراجل ويخرجوا عليه فالراجل يتكلم بقريحية قال له اه اللي شعره طويل ده فزمير كمونة قال له ملحا عبدالهادي قال له اه تقريبا نكلمني عشان اروح وانا لو هروح هروح الزمالك مش هروح الاهلي عشان خاطر الزمالك لايه فرصة ان نلعب الاهلي ممكن نروحه ما لعبش عشان فين جوم كتيرة ونص الزلعب اللي في الزمالك ما يستحقوش يلعبه في الزمالك وانا لو ما كانهم وباخد الرواتب دي هاكل النجيلة وراجل يتكلم بمنتهى الصراحة والاريحية وقال لك عشان الزمالك هتفاوض معاه لازم يجي لنادي المصري الاول وده اللي بلغته للراجل اللي بشعر هولي اللي جال اللي هو مطلع عبدالهادي واتكلم بمنتهى الاحترام ومم عبدالهادي استغل ان الراجل طيب وعرانياته وخلجه بكل اللي في بطنه بحجة انه هو في الفاصل مش على الهواء دي عدم مهنية عدم اخلاقية في التعامل مفيش معايير حتى اعلامية لازم 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 يتم عقاب مهيب عبدالهادي اعلاميا عقاب رادع وضيوفه اللي ساعده لان الياس الجلاصي مالو الزنب انه يتعمل فيه الطريقة المتدنية دي والنادي المصري يطلع بيان وهيتخذ اجراءاته القانونية وهنشوف اللي هيتم ايه لكن هو الغد ديوقتي مهيب لسه ما توقفش رسمي عشان لو قررت الخبر لا لا لسه ما توقفش رسمي كارست حصول دونجا على 112 مليون جنيه من الزمالج فوجئنا النهاردة بان السيد ممدوح حباس رفع قضية على السيد مرتضى منصور تبديد اموال عامة او دولة حاجة زي كده وبيقولك في القضية اللي هو متأكد منها ان دونجا خد 112 مليون جنيه من اموال النادي 112 مليون جنيه من اموال نادي الزمالج يعني كان مقرب من ربع مليار انا اسف تمن مليار علشان ينتقل للزمالج الموضوع ده لو بجد ده يبقى كارثة من الكوارث المتعددة اللي موجودة في نادي الزمالج انا مش لقيت علي اقوله بجيب دونجا بـ 112 مليون جنيه ليه ليه بيطلع من بق نار ليه دونجا مين دونجا مين وده خدهم كاشف انا مش فاهم خدهم دفعة واحدة في الاول عقده كله كامل عشان ييجي ايه الارقام دي وبتطلع من اين اصلا وبقوله في النادي ما فيوش فلوس ينهارسوح ايه ده انا انا عدي عدي مع اللي عدة عدي مع اللي عدة في الزمالج عدي عدي احمد مرتودة منصور يتغنى بالنادي الاهلي والله يا جماعة يعني الاستيزة احمد مرتودة منصور كان اتكلم وقال شوية كلام درر يعني هو قال لك ان والده السيد مرتودة منصور فرح فرحة هستيرية بهدف الاهلي في الصفاقس 2006 فدل ودل هيدل على انه اهلاوي الاصل يا جماعة احي كلنا عارفين ان قاله استاذ مرتودة منصور كان في الاهلي زمان وصالح سيرين مشاه وكان عايز يخش انتخابات الاهلي قال لك اعمل ايه اغيز الاهلاوي يفخش انتخابات الزمالج لكن ما احنا عارفين ان هو اهلاوي مش معلومة جديدة وقال لك ان معارضة الاهلي محترمة معارضة الزمالج مش لطيفة مش كويسة و اتكلم بقى اكت قال لك ادوني مليار جنيه وانا اجيب لكو كاس العالم الأندية انا ناقص لي ابني نازل 6 اكتوبر واجيب دور ابطالة افريقيا وبقفلت اللعبة اه قبل مرتضاء منصور كانت زمان لك ستة دوري ولا كان مش عارف الفترة في ستة دوري مع مرتضاء منصور بقى تمانية دوري انا كل يوم باخد بطولة بيكلمتين لفهم بيقول لي النهاردة ما خبقنا وين ماخدناش بطولة فالراجل بصراحة يعني قال دورر وحكم ومواعز يعني انا مضطرا للحلقة لان انا لساني اعجز عن التعبير فكان مع اخوك عمراتي في قناة صفحة صاحب الكور شوفك ان شاء الله في فيديو جديد السلام عليكم